ورحمة الله وبركاته لم يتم احالة الشناوي ومعلول الى لجنة الانضباط ويبقى التعليق بعدما تم الاعلام من قبل اتحاد القرى ومن داخل مصادر في اتحاد القرى عن احالة سناء الاهلي محمد الشناوي وعلي معلول الى لجنة الانضباط الثنائية الذي تعدوا بالضرب بالامس على محمد الشيبي لعب نادي برامدز أثناء مباراة الفريقين المصرحية التي اقيمت بالامس في بطولة كأس السوبر اكدت مصادر ان مسؤول الاتحاد شاهدوا ما حدث من السنائي من تعديب الضرب على لعب برامدز وعلى هذا تم احالتهم الى لجنة الانضباط تواصل معنا مصدر من داخل اتحاد القرى واكد لنا ان هذا الامر غير صحيح وان السنائي لم يتم احالتهم للتحقيق ولا لجنة الانضباط كما اشيع المصدر اكد لنا ان كل ما حدثه كان تحت نظر حكم اللقاء محمود البنة وهو تدخل واتخذ قرارات في الموقف وناجح في السيطرة على الموقف وبالتالي لا صحة لما تردد عن احالتها السنائي الى لجنة الانضباط كما تم الحديث بالامس وهيبقى التعليق لكم هم رايحين ليه اصلا جايبين حجم مكنوا دوم السوبر وخلاص بدل ما يتعبوا نفسهم وتذكر رايح وتذكر راجع وها جنيلة وها جنيلة اشتركوا في القناة